مادة الفوسفات السورية تشق طريقها إلى دول أوروبية هذا ما كشفه تحقيق استقصائي لموقع لايتهاوس ريبورتس ومشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد تهريب عبر شبكة روسية في سوريا خاضعة للعقوبات الأمريكية والأوروبية ما أثار تساؤلات إزاء المسؤولية المترتبة في هذا الإطار إيطاليا وبولغاريا وإسبانيا وبولندا وقبلها سربيا وأوكرانيا من العملاء الرئيسيين والمستوردين للفوسفات السوري بحسب التقرير الاستقصائي الذي ذكر أن فوسفات بقيمة ملايين الدولارات شقت طريقها إلى أسواق الأسمدة الأوروبية يقول التقرير أن صفقات التصدير تدار من قبل مؤسسات مرتبطة بشركة تعد عملاق البناء الروسي قد منحها نظام الأسد عقدا لإدارة واستثمار مرفأ طرتوس ومصانع الأسمدة وامتياز استخراج الفوسفات لمدة خمسين عاما يحصل بمجبه النظام على ثلاثين في المائة من عائدات مبيعات الفوسفات وفقا للعقد المبرم مع الشركة الروسية التي يملكها شريك مقرب من الرئيس فلادمر بوتين يسرد التقرير ويكشف فيضياته المتورطين وألية التصدير وعملية البيع إلى أوروبا من الألف إلى الياء وكيفية تعطيل أنظمة التتبع الخاصة بالسفن في أثناء توجهها نحو سوريا وإعادة تشغيلها لاحقا يفضح التحقيق الاستقصائي المستور وتكشف وثائقه عن كيفية التحايل على العقوبات ما فتح باب التساؤل عن جدوى قانون قيصر ومدى تأثيره على النظام وداعمه اشتركوا في القناة